من قطاع الناشئين وعايز أقف عند قطاع الناشئين بالنادي الأهلي الناس اللي دايما بتتكلم عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لا عندنا مواهب وبالأسماء عندنا لعيبة تم عارضها لا للأندية الأخرى في الدوري بتأدى أداء راع وفيه متابعة ومراكبة عليهم والإعاراض علشان اللعيبة دي ترجع مرة تانية للنادي الأهلي وفيه لعيبة تم تصعدها زي زعلوك وموتز محمد وشوفنا مصطفى شبير وهو بيلعب المباراة للسابقة أمام ما قولين العرب مصطفى شبير ده واحد من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي واحد من الحراس اللي احنا دايما هنا في منامج الأشبال كنا بنراهن عليه وبنقول الراجل ده ياخد فرصة انسوا أحمد شبير شوفوا بس مصطفى شبير وهو في الملعب وقد كان بيلعب في نهاية الأفريقي بيلعب في مباراة الدور ييلعب في كاس مصر في أي بطولة يتواجد فيها بيقدى ده رائع عنده شخصية لعب النادي الأهلي أو حارس النادي الأهلي ببسعيد جدا لما لاي مركز حراس المرمى في النادي الأهلي مين اللي بيحرص عليه النادي الأهلي؟ محمد الشناوي واحد من ناشئي النادي الأهلي مصطفى شبير حمزة علاء مصطفى مخلوف بتتكلم في أربع حراس مرمى من كطاع الناشئين بالنادي الأهلي يعني بنتكلم في الوقت الحالي والمستقبل والحاضر علشان كده الناس اللي دائما بتتكلم عن كطاع الناشئين لا ده احنا بنتكلم بالأسماء وبنقول بالورقة وبالألم الحاجة التانية لما تتكلم أيضا عن المنتخبات منتخبات مصر النهاردة لما يكون عندنا منتخب كابتن وقال رياض منتخب 2005 اللي عنده بطولة إن شاء الله مهمة بطولة شمال أفريقيا من يوم 11 الشهر الجاري ليوم 22 11 11 22 11 دي هتكون بطولة شمال أفريقيا البطولة دي هيكون فيها تاخب مصر ليبيا تونس الجزار المغرب مشاركة خمس فرق عربية تكون بطولة قوية واستعداد قوي لأول تجمع رسمي بقى أو أول تجمع ودي دولي لهذا المنتخب كابتن وقال رياض ضم 26 لاعب 26 لاعب زي ما احنا شافين معنا الأسماء وهقولهم لحضراته عبد المنعن تامر محمد عبد الفتاح أحمد وهبة أحمد جابر مهاب سامي حسن أبو المعاطي أحمد عبدي معتز محمد عبد العيس سعيد حسام عوضلة يوسف عبد الحفيز محمد سمير مرون محمود أحمد خالد كباكة فارس خالد يوسف أحمد حسن محمد السيد محمد عبد الناصر عمر خضر هادي عامر عمر خالد كريم حامد محمد عبد الله محمد زعلوك كريم سعيد مهند محمد في تنوع في أهلي في زمالك في أمبي في زد أنديا كتير لما تشوف منتخب مصر اللي هيكون عنده مباراة أو بطولة قوية وهو لحضراتكو برضو المبارايات منتخب مصر هيلعب مع ليبيا يوم خمستاشر حداشر هيفتتح البطولة مع ليبيا يوم خمستاشر حداشر يوم سبعتاشر حداشر هيلعب منتخب الجزاير يوم تسعتاشر هيلعب أمام منتخب تونس ويوم واحد وعشرين هيلعب أو هيختتم البطولة مع منتخب المغرب السعدات قوي جدا لكن لما تشوف منتخب مصر للشباب وهو بيضم يا ترى كم لعب من النادي الأهلي تم اللاعبين يا ترى مش ده إنجاز لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي وإن إحنا عندنا ناس شغالة تم اللاعبين زي ما إحنا شايفينه ده محضراتكم أحمد عبدين بيلعب في مركز المدافع المساك محتز محمد شوفناه كلنا أيضاً مع الدرجة الأولى بيلعب مدافع يعني بتتكلم في الاتنين المساكين في القلب أحمد عبدين ومحتز محمد أتنين مميزين جداً بتازوا بالطول ضربات الرأس الكوة السرعة الضغط للاتحام القوي أتنين المساكين يوسف عبد الحفيز بيلعب باكرايت بيلعب وسط ملعب بيلعب في المركزين وإحنا بنزيع المباريات هنا شوفناها في مباريات باكرايت شوفناها في مباريات بيلعب في وسط الملعب وفي مباريات سجل فيها كمان مباريات زي تسجل فيها هدفين عندنا احمد خالد كباكا واحد من نجوم فريق 2005 واحد من اللي احنا دايما بنرشحهم للدرجة الاولى لعيب كبير في وسط الملعب بيلعب وسط ملعب تمانية وبيلعب ايضا كمان في مركز 6 فارس خالد واحد من لعبته كرة لما كرة في رجليه كده تحس باللمسة وبالمهارة ولعيب ليه رؤية كبيرة جدا في وسط الملعب عمر خالد بيلعب جناح يمين او شمال ما شاء الله بيمتاز بالسرعة وايضا بالتهديف محمد عبدالله برضو جناح يمين وجناح شمال وبرضو بيمتاز بالتهديف وعندنا محمد زعلوك المهاجم لما تشوف ما شاء الله قايمة من 26 لعب بتضم تمان لعبين من نادل اهلي مش ده انجاز اكيد انجاز وحاجات تحسب لكل العاملين والقائمين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي هنروح لفاصل وبعد الفاصل هنروح بقى المنتخب 2008 اللي كسب النهاردة منطقة القاهرة اللي كسب منتخب اسكندرية وايضا في عدد لاعبين من النادي الاهلي عدد كبير جدا هنشرح لحضراتكم ونقول لكم ايضا عن منتخب 2008 ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة